الوداد البيضاوي ينفصل عن المدرب غاريدو وهذا هو الذي سيخلفه في تدريب الوداد غادر المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو فريق الوداد الريادي بعد شهرين فقط من التعاقد مع إدارة النادي الأحمر خلفا للإطار التونسي المادي النفطي وأعلن غاريدو رسميا مغادرة منصبه كمدرب للوداد عبر تسجيل فيديو أطلقه على حسابه بموقع انستغرام للتواصل الاجتماعي حيث قدم الشكر لجماهير الفريق الأحمر على الدعم خلال الفترة التي قضاها مدربا للنادي ومتمنيا للوداد حظا سعيدا في المستقبل وكان جمهور نادي الوداد قد عبر عن استيائه من المدرب غاريدو في مباراة أكلاسيكو بين الوداد والجيش قبل أيام عند مواجهة الجيش الملكي بعدما انتهى بالتعادل واحد لواحد معتبرا أن مدرب الفريق يتحمل مسؤولية مجموعة من الأخطاء ارتكبت خلال أطوار المواجهة الكروية نفسها في المقابل تعاقد فريق الوداد الريادي لكرة القدم مع المدرب البلجيكي فاندر بروك خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو وحسب موقع سبورت فإن المدرب البلجيكي سيشرف على تدريب الفريق الأحمر في الفترة القادمة بعد الانفصال عن غاريدو كما سيساعد المدرب البلجيكي في تدريب الوداد خلال الفترة القادمة الإطار الوطني عبدالإله صابر الذي شغل نفس المهمة مع المدرب السابق قبل أن ينسحب في آخر مبارتين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة